طلقت في العاصمة القطرية دوحة القمة الثنائية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخامي بن حمد الثاني تخلل ذلك توقيع على عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات بين البلدين ويزور أردوغان الدوحة على رأس وفد بلاده في اجتماع دورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا ووصف الرئيس التركي علاقة بلاده مع قطر بالاستراتيجية وقال إنه سيوقع أثناء زيارته اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجالات مختلفة من الدوحة ينضم إلينا مرسلنا إحسين عبد العزيز ومعنا أيضا من إسطنبول مرسلنا أحمد غنام سنبدأ معك من الدوحة حسين عبد العزيز يعني ضعنا في تفاصيل هذا الحدث الكبير اليوم في الدوحة وما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه بين الطرفين التركي والقطري نعم رويدة تم توقيع هذا الاتفاق 12 اتفاقية تشمل كافة المجالات من الدفاع إلى التعليم إلى الصحة إلى الاقتصاد إلى المالية التي تتوج مجموعة الاتفاقات التي بدأت منذ عام 2014 بين البلدين بما يتجاوز التسعين اتفاقا هذا يؤشر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة أيضا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو بهذا الاتفاق لا نعرف إلى الآن ما إذا كان جراءت الحديث عن أو توقيع مذكرة التفاهم أو توقيع اتفاق حول المنطقة الحرة التركية في تركيا هذه المنطقة تم توقيع مذكرة التفاهم العام الماضي بين وزارة التجارة التركية والمناطق الحرة في قطر وتحدث الشهر الماضي وزير خارجي القطري بأن هناك قريبا ستشهد تنفيذ هذا الاتفاق لكنه تأجل بسبب موضوع جائحة كوفيد-19 هذه الاتفاقية رويدة إذا ما تمت ستؤدي إلى تعزيز الصناعات والاقتصاد القطري لأنها ستزيد من فرص العلام العمل ستؤدي إلى زيادة وتنوع الاقتصاد بما يبتعد عن الغاز وعن النفط ستؤدي إلى قيام صناعات وخدمات واسعة في قطر بما يعزز الاقتصاد القطري وتشكل بهذا المعنى خطوة مهمة إلى الأمام لم نعلم إلى الآن إذا كانت هذه الاتفاقية من ضمن الاتفاقيات الاثنة عشر لكن على الأغلب يبدو أنها ستكون من بينها أيضا هناك اتفاقيات على مستوى الدفاع قطر منذ فترة وتحاول أن تستفيد من الخبرة العسكرية التركية في هذا المجال وقعت مجموعة من الاتفاقات العسكرية فيما يتعلق في مجال الدفاع هذه الاتفاقيات هذا المجال العسكري سيكون حاضرا في هذه الاتفاقيات إضافة إلى اتفاقيات أخرى تتعلق بالصحة هناك تعاون مشترك بين البلدين لتخفيف من جائحة كورونا ليس فقط على صعيد الساحتين القطرية والتركية وإنما على عموم المنطقة هناك اتفاقات أخرى أيضا فيما يتعلق بالتعليم والثقافة والسياحة على الجانب السياسي تم خلال لقاء الرئيس التركي مع عميل دولة قطر مناغشة القضايا آخر تطورات القضايا في الساحة الإقليمية والعالمية في مقدمتها الموضوع الأفغاني ومن ثم الموضوع الليبي شكرا لك ننتقل إلى مرسلنا من إسطنبول عدنان جان عدنان ما الذي تتطلع إليه أنقرة من هذه الزيارة وهل ستحققه من خلال هذه الاتفاقيات نعم رويدة تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها التي توصف بالاستراتيجية مع الدوحة الاسية بأن هناك استثمارات قطرية هائلة هنا في تركيا وبالتالي هناك شراكة استراتيجية بين البلدين وهذه الشراكة تم تتويجوع عام 2014 بتأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر التي تأسست عام 2014 وبعد ذلك بدأت اجتماعات هذه اللجنة تعقد كل عام في بلد على التوالي تركيا تنظر إلى علاقاتها مع دول الخليج وبالتحديد مع قطر بأنها استراتيجية اليوم تم توقيع نحو 12 اتفاقية وهذه الاتفاقية تدل على أن المرحلة المقبلة سوف يكون عنوانها مزيد من التعاون سواء في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو التجاري أو حتى العسكري الآن الرئيس التركي رجب طيب أردغان سوف يزور القاعدة العسكرية التركية التي تتواجد في قطر وسوف من المرتقب أن يلقي كلمة هناك أمام الجنود الاتراك الذين يتواجدون في تلك القاعدة وبالتالي ربما المرحلة المقبلة على الصعيد السياسة الخارجية التركية سوف تشمل ربما مزيد من الانفتاح على دول الخليج عامة لا سيما بأن السياسة الخارجية التركية شهدت في الأويناء الأخيرة تغيرا في مقارباتها الخارجية سواء مع دول الخليج عامة أو بالتحديد مع قطرة زادت علاقاتها الاستراتيجية وسبل التعاون السياسي والاقتصادي معها على كافة الصعود لا سيما بأن هناك قضايا سياسية خارجية تتمهى فيها الرؤى بين البلدين فيما يتعلق في الملف السوري والليبي وأيضا آخرها تطورات التي تحصل في أفغانستان شكرا لك عدنان ناجل مرسلنا من الصنبول وشكرا أيضا موصول مرسلنا من الدوحة حسين عبد العزيز